اشتركوا في القناة الباكالوريا الضورة العادية يونيو 2018 جهات مراكوش اسافي اذا دائما في اطار الاستعداد للامتحان الجهوي الضورة العادية يونيو 2023 هذا الامتحان يحتوي على 4 تمارين تمارين الاول عليه 6 نقاط يعني فيه معادلات مترجحات والنظمات تمارين التاني فيه الاحتمالات عليه نقطتان تمارين التالية عليها 4 نقاط في المتتاليات العددية تمارين الرابع والاخير عليه 8 نقاط في الدوال العددية اذا في هذا الفيديو بحول الله سنكتفيه بتصحيح التمارينين الاول والتاني تمارين التالية والرابع الى فيديو اخر بحول الله اذا تابعوا مع تمارين السؤال الاول تشتمل تنوي على 310 تلميذ 30% منهم يتوفرون على حسوب كم عدد تلميذ المتوفرين على حسوب اذا السؤال الاول عبارة عن مسألة رياضية مسألة بسيطة ما فيه اوله اذا تمارين الاول تمارين الاول السؤال رقم واحد بغينا نحسبه عدد تلاميذ المتوفرين على حسوب وعطونا 30% منهم 30% من اصل اش 310 كيف سنحسب 30% من 310 يعني 30% 30% يعني 30 على 100 في 310 هذه الطريقة كيف تحسب 30% يعني 30 على 100 في 310 يعني 30 في 310 30 في 310 ما هي 30% من 310 لا ندرى الهم المستخدمات لا ندرى الهم لانها 310 في الاصل سيكون المقسومة على واحد لان سيكون لضع 310 في الاصل سنضع مقام في المقام 30 في 310 المقام في 1 او لا تدع العلاقة التلاتية وغطي حنيت في هذه العلاقة كيف ستدع العلاقة التلاتية سنضروا 310 اللي عندنا جاء في المؤسسة ديال تلمد كيمتلوننا 100% واحد العدد منهم كيمتلنا 30% بغينا نحسبوا هذا العدد هذا اللي كيمتل 30% هدو اللي عندهم الحاسوب. شنو غددل هذا اكس هذا شنو كيساوي؟ هدف هذا هدو اللي مقابلين لجداء ديالهم مقسمة على هذا يعني 30 في 310 على 100 هدو العلاقة ها هي يعني عندك جوج ديال الطرق إما النيشان غدد جي عدد التلاميذ المتوفرين على حاسوب هو 30 على 100 يعني 30 في المئة 30 على 100 ديال 310 اللي هي 30 في 310 على 100 او اللي غددل هدو العلاقة التلاتية إذن ستحسب لغة X تساوي إذا حسبنا 30 في 310 شحال 3 في 31 يعني 93 هنا صفر صفر على 100 ممكن أنتم تستعملوا لألة الحاسوبة هنا إذا عدد تلاميذ المتوفرين على حاسوب يعني بهذه التنوية هو 93 تلميذا هذا السؤال الأول سؤال الثاني نمر إلى السؤال الثاني سؤال الثاني أعطونا حل فئر المعادلة تالية إذا لنحل فئر المعادلة المعادلة إكس أوسي 2 ناقيس إثنان إكس ناقيس ثمانية تساوي سفر لحل مثل هذه المعادلة نحتاج دلتا مميز نحسب دلتا دلتا دائما نريد أن تحفظوا على التعبير دلتا بي أوسي 2 ناقيس 4 أصي دلتا تساوي كهذه البي لوسي 2 ناقيس أوق исторي یا ناقيس جروج نحسب بي أس ثانين أنoku اولت B يعني هذا B العدد من لسقج genre ناقيس أربعة guy عدد ح 여러 سواء أس ثام مميز get x60 إذا لم تقوم بقواله مع X فهي بل قواله ركاين واحد لأن X وستثنان هي واحد X وستثنان لذلك كين واحد في واحد في السي هذه العدد لما فيه لا X لا X وستثنان اللي كان بوحده يعني في ناقص ثمانية دو السي لأن بصفة عما تكون عندنا المعادلة هذه من الدرجة الثانية AX وستثنان زائد BX زائد C تسوي صفر أي معادلة على هذا الشكل كين حسبوا لها الدلتا هذه B وستثنان هذا اللي لازق مع X دو هو B ناقص 4A في C 4A ها A ها C دونك أديلنا هنا هو واحد والC هو ناقص ثمانية وB هو ناقص يوج هادي رهي هادي 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 بصفة عامة دبا فاش كنكونو حسبنا دلتا فيها ثلاثة ديال الحالات نقدرون نلقاوها موجابة أكبر قطعا من صفر شي عدد لي هو موجاب قطعا نقدرون نلقاوها أصغر قطعا من صفر نقدرون نلقاوه كي يسوي صفر دونك ثلاثة الحالات الممكنة دونك إلا لقيت دلتا كبر قطعا من صفر شي حاجة اللي هي موجابة عندك جوج ديال الحلول غانشوفوهم يعني X واحد و X جوج نشوفوها شنو غاللقا في هذه الحالة ربما غاللقا فيها دلتا كبر من صفر غانشوفو كيف أشكال قو X واحد و X جوج إلا لقيت دلتا صغر من صفر كت هنا دلتا صغر من صفر يعني شي حاجة سليبة كتقول معادلة ليس لها حال في R حيث تعطوك انتت حلف R كتقول معادلة ليس لها حال في R إلا لقيت شي عدد سليب مثلا ناقص خمسة ناقص ستا ناقص عشرة ناقص ما مش حاجة فيها ناقص كتقول معادلة ليس لها حال في R إذا لقيت كيساوي سفر عندك حل واحد هو ناقص بي على اثناني اه يعني اكس يساوي ناقص بي على جوج اه ها هو بي يعني هذا اللي لسق مع اكس كتزيد لي واحد ناقص وكتقسم على جوج في ا جوج فهذا اللي لسق مع اكس وسي اثنان إلا كانت ديك دلتا كتساوي سفر إلا كانت كبر من سفر قلناك يعني جوج حلل اكس واحد و اكس جوج سنشوفهم ربما فهذه رغا تعطينا دلتا كبر من سفر إذا هدا فقط تذكير نكمل هنا نكمل الحساب ديالي دلتا كتساوي ناقص جوج وس جوج اي عدد اثنان يعني ذاك العدد في نفسه ناقص اثنان في ناقص اثنان ناقص في ناقص دائما كي أعطينا زائد يعني ما غيبقاش هذا الناقص و جوج فجوج اربعة يعني ناقص جوج اس جوج هي اربعة عندك هنا ناقص و عندك هنا واحد ناقص وبينتهم بجودة ناقص في ناقص ديم زائد إذا نحت زائد باش تهنم من هذه الإشارات وايضا اربعة في واحد هي اربعة في اثمانية ويساقي اثنين وثلاثة اثنين وثلاثي اذا اردت لكم هذا اعطينا كبر منصف حيث ايضا امجل ناقيس وهذا اعطينا عدد موجب دي عيش قلت لكم قبل نشوفهم هنا في هذا المثال ستشوف هنا ناقص ناقص يعني رأى عندك زائد وهذا العدد سأعطيك عدد موجب يعني كل شي موجب دلتا تساوي اربعة زي ثنين وتلاتين هي ستة وثلاثين 36 عدد موجب قطعا إذن فشكتل قد يلطا عدد موجب قطعا ستقول إذن المعادلة تقبل حلين هما ترجع السطر إذن المعادلة تقبل حلين هما X1 يساوي فيه الكاصر و X جوج يساوي تاوى فيه الكاصر شنو كدير هنا في البسط ناقص B ناقص جيدر دلطا على جوج A هنا ناقص B زائد جيدر دلطا على جوج A هاد بو هاد دلطا هم ركينين عندنا ها هو هو ناقص جوج و دلطا ها يحسبتها فيها 36 كدير لها الجيدر جيدر دلطا على جوج A قد يلنا في هاد الحالة هو واحد يعني على جوج طونك غتكمل الحساب ديالك إذن غتتولي عندك X1 تساوي ناقص B B ناقص الجوج ماذا هو ناقص ناقص جوج ماذا هو ناقص ناقص جوج ناقصicted ناقص كان تضعنا زائد ناقص في ناقص ناقصokay جوج لو عن ذلك زائد جوج يعني جوج ساتناbart يجاب جوج ذائد جوج لكي تكون有人 يفعين إذا ستطلبت هنا ناقصject ناقص جوج ناقص جيدر دلطا يعني جيدر جوج على جوج في A أقلنا واحدة جوج في واحدة هي جوج و X جوج تساوي ناقص B ناقص B حسبناها أعطتنا جوج حيث ناقص ناقص جوج هي جوج زائد جيدر دلطة يعني جيدر 36 على جوج في A أقلنا واحدة هي جوج في واحدة هي جوج هذا هي ألو أكمل X واحدة تساوي جوج ما حال جيدر 36 إلا ما عندك الألة الحاسبة يعني شي حاجة في شي حاجة عادة في نفس العادة يعطيني 36 6 في 6 ستفستكت تعطيك 36 كتقول بللي جيدر 36 هي 6 لأن ستفستكت تعطيني هاتشي لوسط الجيدر إذا جيدر 36 هي 6 على 2 و X جوج ستساوي جوج زائد 6 جيدر 36 هي 6 على 2 أكمل حساب ديلك X واحد تساوي إثنان ناقص 6 هنا جوج يعني الإشارة دياله زائد و 5 كتبانش وهنا ناقص كتحط الإشارة ديال الكبير شكل كبير 6 حط ناقص و دير الكبير ناقص صغير 6 ناقص جوج هي 4 يعني ناقص 4 على جوج اللي كتساوي نكمل هاد ناقصها هيا نحطها شحالة 4 مقسمة على جوج 4 يلاقسمنا على جوج كتعطينا جوج يعني غلقوا X واحد يساوي ناقص جوج و X جوج يساوي جوج زائد 6 8 8 مقسمة على جوج هي 4 إذا مجموعة الحلول هي ناقص جوج 4 هذا هو الحل لها المعادلة يعني ضروري تكونوا حفظين هذه القضية ديال دلتا وحفظين هذه الثلاثة الحالات الممكنة إلا كانت دلتا كبر من صفر صغر من صفر خلاص قلنا راكتها هنيكم كتقولوا ليس لا حل في R إلا كانت دلتا كتساوي صفر عندك حل واحد هو X يساوي ناقص بعلى 2 ناقص ناقص سألنا الثلاثة الثلاثة حل لفئر المتراجحة X زائد جوج عمل لثلاثة X زائد واحد أصغر قطعة من صفر دان السؤال الثلاثة لنحل فئر المتراجحة X زائد جوج X زائد جوج X زائد جوج عمل لثلاثة X زائد واحد أصغر قطعا من صفر دائما باش نحل المتراجحة كنحتاج جدول الإشارة باش ندير الجدول الإشارة غنحتاج الحل ديال معادلة X زائد جوج عمل لثلاثة X زائد واحد تساوي صفر إذا لنحل أول شيء لنحل المعادلة X زائد جوج ثلاثة X زائد واحد تساوي صفر أعطوك موطة رجحة ضرور لك تسبق الموطة المعادلة باش تلقى الحلول ديالها باش تدير الجدول الإشارة باش نشوف هذا الشيء إمتى كيكون سالب إمتى كيكون صغر من صفر جداء عددين يعني عدد بين القوصين كي تعتبر عدد واحد عندك عدد في عدد رابين هذه الأقوص ستكون جداء عدد في عدد يساوي صفر يعني أن واحد فيهم كيساوي صفر يعني إما هذا كيساوي صفر أو هذا كيساوي صفر هذا الشيء يعني أن X زائد جوج يساوي صفر مش غان مشي ننشره لا ندير شي حاجة ما كيناش واحد فيهم كيساوي صفر وغان نطيح في جوج ديال المعادلة من درجة الأولى اللي هما سامبل بزاف بساطة هذه كتساوي صفر أو ثلاثة X زائد واحد كتساوي صفر كمل ده بغان نرض هاد زائد جوج للطرف الأخر كنت زائد فلت ناقص يعني X زائد سوف تساوي صفر ناقص جوج صفره لا شيء يعني سوف تبقى ناقص جوج هي صفر ناقص جوج أو ثلاثة X سوف نرد غير هاد الواحد بوحده احترام من بعد ثلاثة باش تبقى ليا اكس إذا أرضيت واحد سوف تقول لي كنت زائد سوف تولي ناقص صفر ناقص واحد هاد ناقص واحد هاد السفر هاد سوف نجيب حدها زائد واحد سيفر نقص واحد نقص واحد سوف تساوي نقص جوج هذا سوف نفعل oh compte x ثلاثة المقسمة مقسمة على ثلاثة نحن نقص الحلول المترجح نقوم بإشارة نقوم بإشارة نقوم بإشارة نقوم بإشارة هنا في الاعداد الساليبة نقوم بإشارة نقوم بإشارة نقوم بإشارة نقوم بإشارة نقوم بإشارة ويقرب الصفر هو الصغير هناك X زائد جوج وخانة فيها X زائد جوج ثم نقوم بإمكاني 3X زائد 1 ثم نقوم بإمكاني X زائد جوج 3X زائد 1 سنقلب على حل دير إذا ستكون صغر من صفر سنرى كما تكون سليبة هذا الجداء X زائد جوج يسسل الارض سن轟ى X زائد جوج إلى X زائد جوج ثم نقوم بإمكاني 1 سنرى ستكون هذا الجدول سنرى إذا ستكون أرض جوج صغر من أرض جوج يكفي أن X تقوم بإداء نقوم بإمكاني 2X ثم نقوم بإمكاني 2X نقوم بإمكاني 2X نقوم بإمكاني 2X والأخرى تنعدم فاش هي القنانية ناقص واحد على ثلاثة ثلاثة اكس زد واحد تساوي صفر را اكس تساوي ناقص واحد على ثلاثة إذن هذي تنعدم هنا وكمل دابا هادو وكمل دابا هادو هادو هاد السفر ها هو هاد السفر ها هو نبدأ نمشي و ندروا الإشارة ديال اكس زائد جوج يعني في هذا المجاو كامل من ناقص ما لا نهاية تل زائد ما لا نهاية الآن نرى إمتقل اكس زائد جوج كبر من صفر هنا اكس زائد جوج كبر من صفر سأجي هنا أكس زائد جوج كبر من صفر يعني ان اكس اكبر من ناقص جوج قترض هاد الجوج لطرف حل متساوية كنتy زائد جوجhor غطرضه غطار غطر ثلث لصفر ناقص جوج ليهي ناقص جوج shove هذه غتكون كبر من صفر يعني غتكون زائد زائد فاش المجال من ناقي زوج تل زائد ما لا نهاية. اكس كبر من ناقي زوج. هنا اكس كبر من ناقي زوج. هنا من ناقي زوج تل زائد ما لا نهاية. هناك نضع زائد. وهناك هتكون ناقيس. دائما هكذا. او لا. ما ستلك؟ ما لديك الإشارة A هذه مكتبة على شكل AX زائد B مكتبة على شكل AX زائد B ترى الإشارة A هنا عكس إشارة A في اليمين إشارة A في اليسار عكس إشارة A هنا لديك إشارة A لديك إشارة X يعني واحد X واحد رأي عدد موجب يعني بلوس بلوس ها هو الحل هذه راكتنا عدم هنا ستكون موجبة إشارة A وسهلا بلوس إذر التنية 3X زائد 1 3X زائد 1 ستكون كبر من صفر كم يعني 3Xة زائد 1 للطرف الأخرى كبر من ناقص 1 ستعود ثانية ثلاثة ستتوجد ستلقي سنكبر من ناقص 1 على الثلاثة شمった 3X عقل ستكون كبر من صفر إذا كانت X كبر من ناقص 1 على الثلاثة هذه من ناقص 1 على الثلاثة مقص 1 على الثلاثة في زائد مالانية ستكون مجابا وفي هذه بقياة تكون معالية ساليبة هذا الخاص siete الي قلتcom هنا هنا إشارة A عكس إشارة A في اليمين إشارة A اليمين ديال الحل إشارة A في اليسار ديال الحل عكس إشارة A الحل ديالج ديال ديالك المعادلة كنظر غير على هذه الحل ديالها هو ناقذ جوج ها هي كتن عدم هنا إنها اليمين ديالها ها اليسار ديال هذا العدد وهذه فين كتن عدم هي هنا ها اليمين ها اليسار اليسار فيه هنا واليمين فيه غير هنا هنا الإشارة ديال A هي ثلاثة موجبة بسيطة إذا كنت إشارتين مختلفتين ناقيس بسيطة أصغر من سفر سيكون ساليبا و سيكون إشارة ناقص صغر منصف يعني ناقص كبر منصف يعني زائد سيكون لدي هذا الشيء في إشارة ناقص في الجدول سيكون هذا الشيء سيكون ناقص هنا زائد سيكون ناقص في هذا المجال ناقص يشتل ناقص 1 إلى 3 سيأتي هنا مجموعة الحلول هي S تساوي ما سنحن معقوفة ما سنقوم بها أو سنصدها المجموعة حلول ستساوي ناقص 1 إلى 3 أستنتعرت قطعا ما هذا الشيء Hollow لا يقوم من الرافتس لإضافة تم جمعه سيكون لها سeletsساوي thickness 1 إلى 3 صغر هنا مجموعة الحلول هي هي S تساوي ناقص جوج ناقص واحد على ثلاثة العدد الصغير عدد العدد الكبير إذن السؤال الرابع حل النظمة تالية X ناقص ثلاثة Y تساوي ناقص سبعة جوج X Z ثلاثة Y تساوي أربعة لكل X و Y من R وس إثنان يعني X و Y عددان حقيقيا إذن السؤال الأربعة لنحل النظمة تالية X ناقص ثلاثة Y تساوي ناقص سبعة جوج X ذائد ثلاثة Y تساوي أربعة لكل X و Y من R وس إثنان X و Y عددان حقيقيا إذن الفيديو اللي شفنا فيه تصحيح ديال امتحان الجيوي الموحد الدورة العادية يونيو 2017 شفنا فيها واحد النظمة شرحنا فيها طريقة تعويض وطريقة كرامر وقلت لكم بالفيديو الأخر اللي غنذير غنحاول نستعمل طريقة تاليفة الخطية وطريقة تاليفة الخطية هي اللي غتسهل إليها لحل ديال هاد النظمة انتوما فاش كتفهموا الطرق كاملين كتستعملوا الطريقة الأسهل كتشوفوا الطريقة الأسهل دونك هنا فاش كنشوف هنا هاد المعادلة وكنشوف هدي كاللحظة اللي عندي هنا ناقي ستلاثة Y وعندي هنا زائد ثلاثة Y ناقي ستلاثة وزائد ثلاثة عددان متقابلان يعني إلا جمعتهم يعني إلا جمعت هاد العددين لاحظوا إلا جمعت هاد العددين ناقي ستلاثة زائد ثلاثة كيعطوني سفر بجموع عددين متقابلين دائما كيعطينا سفر يعني هنا شنو كتقول طريقة تاليفة الخطية كنت خلصوا من Y وكلقوا X أو العكس أو كنت خلصوا من X وكلقوا Y أو كلا هما يعني كنت خلصوا من Y حتى كلقوا X كنراجعوا عاوتين كنشوفوا شي طريقة باش نتخلصوا من X باش يلقوا Y هذه هي طريقة لفة الخطיية يعني هناك تسمي المعادلة الأولى ستسميها المعادلة 1 وتسمي المعادلة 2 ستسميها المعادلة 2 أردت معي لبا شنو كتة كتشمع المعادلتين 1 وعد بطرف هذا الطرف زائد هذا الطرف كي يفعل هذا الطرف زائد هذا الطرف إذا ستسمي لنجمع المعادلتين اسمهم 1 1 1 تحتاج لمعادلة م valuedx mega 3y يساوي زايت الطرف 3 المعادلة så 3. تعطيكم أصول مضخة طريقةfor getup مثلا ا واحد زائد جج تساوي 3 خمسة زائد each other فلا يمكنك فعلاته واحد زائد جج زائد خمسة زائده قلناك ضم هذه وفعل أو مالذي واحد زائد جج ثلاثة ثلاثة زائد خمسة ثمانية ثمانية زائداربعة عبر عبر امام ثلاثة زائد ش трوناتز إذن هذا الوضع ليس بشكل مهم يمكن أن نجمع هذا ويجعله مجموع هذا ويجعله سوف تفهم هذا فقط نقصه سوف نقص هذا إذن هذا تكلم طريقة نفرق ولماذا نجمعهم سوف نجمع سوف نجمع الحدود المتشابهة لديها X زائد X THIS X就 Q For x X 20 Tool 2 X هي 3X يوجد 3X ناقص 300A плюс 300 يوجد 3Y يوجد 3 أ antioxidant colocar 3 سوف يتعطي نيجر يوجد 3Y هذا سوف يuster 0 وسوف تحتاج بالشيء تم POWR 3X سوف م疫情 7X اللولة بقات فيها 3 X. ونقص 7 زائد 14 نقص 7 زائد 4. دائما إشارتين مختلفتين في المجموع. نضع الإشارة دياله الكبير إشارة آientos بين السبعة الكبيرة. نضار الفرق الكبير نقص صغير سبعة نقص ربعة ثلاثة ها هي نقص 3. نقص على X دونك X يص新正ünüق هذه 3 ها هذه 3ahu X. perd chi أن تتعني 3 childish 3 رئيس كانت لنقص 3 ثلاثة مقسمة على 3 سوف نقص 3 ثلاثة مقسمة على 3 هذه هي نقص حتى لا تلفي ثلاثة مقسمة على 3 العدد على نفسه يسوي 1 سوف تجعل X من بعد سوف تكمل بهذه الطريقة سوف تتخلص من X سوف ترى طريقة حتى تتخلص من X إذا أردت أن تتخلص من X سوف يكون هنا هذا يمكنك التقبيل هنا حيث يكون هذا متقابل هنا هنا لو سوف نسيح تحدث بها الشئ كاملا في ناقذ جهج ربما أداشت تخطي في الطرف الأول أدذى تخطي هذا الشئ blob حيث يكون هنا ناقذ جهج ومعذر سوف نضرب على هذه الطريقة تجمع الطرف والطرف سوف نجمع معذرة معزئ سوف تكون معادلة تبني بأن هذا الواضح أولا انت مثلا دابل قيتي اكس تسوي ناقيس واحد كتمشي لأحد المعادلات إما اللولا ولا التانية كتعود اكس بهذه القيمة دياله عاوض اكس هنا ولا عوضه هنا يا تلقى عندك غير اجره هي المجهول كتلقى ايجره اذن سأرى ما نعوض في المعادلة اللولا سواء عوضي هنا أو عوضي هنا كتلقى نفس نتيجة اذن سأرى ما نعوض في المعادلة واحد بان ليه سهل أنني نلقى ايجره في المعادلة اللولا فنقود على الولاس في المعادلة فضلك اس قليلا بنقتر جدا ومن تلقى على السります وتعلق سأفعل عمق,' ومن تعويض ہوا كالتالج جدا 如果 سأفعل عمق لح Isso سأخ Service Straight فلذلك لا تقوم باستخدام سأخلق لحث وكميera نستخدم قليلا fat في المعادلة واحد نحصل على عوض اكس هنا بناقس واحد كان عندي اكس ناقس لتا ايجريج اني غدتولي ناقس واحد ناقس لتا ايجريج تساوي ناقس سبعة بلاست اكس حطينا ناقس واحد عوضنا باتش اللي كي يساوي باش نلقى ايجريج هو ايجريج ده باب واحده غي سهل علينا الطريقة باش غلقى ايجريج هاد ناقس واحد غن ناخده غن ناقس سبعة كان ناقس غير زائد شن غيبقى هنا يلح يتي ناقس واحد غدتبقى ناقس لتا ايجريج هايا ناقس لتا ايجريج تساوي ناقس سبعة هايا ديك ناقس واحد غدتولي زائد واحد ناقس لتا ايجريج تساوي ناقس سبعة زائد واحد الاشارة الكبيرة دائما ناقص والفرق الكبير ناقص غير سبعة ناقص واحد هي ستة تقلب على اغريغ غترد هذا ناقص ثلاثة يعني هذا العدد اللي لسق مع اغريغ رلسق معه بالجودة بالاشارة دياله انت من يكون اتشي واضح غتقوله عو تاني علش ناقص واحدة ردناه ولا زائد وناقص ثلاثة تايغا نرضواته زائد هاد ناقص ثلاثة رلسق مع اغريغ بالجودة بالاشارة ديالها لسق بالجودة هنا كتردها يعني اغريغ غتبقى اغريغ غتسوي ناقص تها هي ماشي غندير ناقص تزائي ثلاثة هاد ناقص ثلاثة غتولي هنا يا قسمة ناقص ثلاثة هيا هاد ناقص ثلاثة خذيتها ولد قسمة ذاك العدد اللي لتيكون ناسق مع اغريغ ولا مع اكس فاش كتبغي ترده كترد كترزو هو والاشارة دياله كيولي قسمة حيث هذا كامل كان جودة بالناقص دياله كان جودة كيولي هنا قسمة نتمنى يكون هذا الشي واضح هذا الناقص مع هذا الناقص كيمشيه كتبقى ستنقسم على ثلاثة ستنقسم على ثلاثة ستنقسم على ثلاثة ستنقسم على ثلاثة ستعطيني الجوج كونك ي تتساوي جوج هنت أقصت هنا اكس كتساوي ناقص واحد وهنا اجرك تتساوي جوج إذن الزوج ناقص واحد جوج حل هذه النظمة أو اللغة جينية إذن S مجموعة الحلول تساوي الزوج ناقص واحد جوج هذه مجموعة حلول هذه النظمة إذن هذا الشيء اللي كان في التمرين الأول نمر إلى التمرين الثاني إذن التمرين الثاني لنقطتان السؤال الأول أحسب أربعة عاملي والسي ربعة من ستة إذن السؤال الأول بسيط لنحسب أربعة عاملي هذه كترة عاملي أربعة عاملي والسي أربعة من ستة بالنسبة لأربعة عاملي نتبه أربعة عاملي تساوي أنا أعطيك هنا يا أتفهم فقط غبل أمثلة بدون قاعدة أربعة في ثلاثة في اثنان في واحد هذه أربعة عاملي هذه أربعة عاملي هي الجداء الجداء ديالك ديالك العدد اللي عندك هنا يا والأعداد اللي قبل منه حتى الواحد تتوصل الواحد أربعة في ثلاثة في اثنان في واحد وكمل الحساب تساوي أربعة في ثلاثة اثنانش اثنانش في جوج أربعة وعشرين أربعة وعشرين في واحد هي أربعة وعشرين إذا أربعة عاملي هي أربعة وعشرون نعطيك مثال أخر باشتفهم إذا بغتي تحسب سبعة عاملي بغتي تحسب سبعة عاملي قلنا الجداء ديالك العدد والأعداد اللي قبل منه تل واحد ما تزقل تل واحد يعني سبعة في شنو اللي قبل السبعة كين ستة في قبل ستة كين خمسة قبل الخمسة كين ربعة قبل ربعة كين ثلاثة قبل ثلاثة كين جوج تل واحد تقدر قام ما تديرش هدو واحد لأن أي عدد فواحد كيبقى نيت نفس العدد تقدر بقى تمشي غير تل جوج هذا مثال أخر تسعود مثال عاملي يعني تسعود شنو قبل تسعود ثمانية تل تمشي تل واحد تسعود ثمانية سبعة تل واحد هذا هو عاملي كنت من يكون هذا الشي واضح هذا الشي فقط شرح هم طلبوا منك تحسب فقط ربعة عاملي يعني ربعة في ثلاثة في جوج في واحد اللي هي ربعة وعشرين والسي ربعة من ستة نعطيك العلاقة سي بي من ان بصفة عامة كنديرو هذا عاملي ان عاملي على هذا عاملي بي عاملي في الفرق ديالهم هذا الجنب نقص بي عاملي نستعملها س for View ان ان نقص بي كنعطيك العلق وفopher خيار حتى ug على أربعة عاملي أربعة عاملي فالفرق 6 نقص أربعة هي جوج جوج عاملي ستساوي 6 عاملي هي 6 في 5 في 4 في 3 في جوج في 1 على أربعة عاملي هي 4 في 3 في جوج في 1 في جوج عاملي هي جوج في 1 لاحظوا هذا الربعة هذه أربعة في 3 في جوج في 1 وهنا أربعة في 3 في جوج في 1 لاحظوا هذا الربعة من الأول ستساوي 6 في 5 وقسم على جوج في 1 ستساوي 6 مع هذه نفس العدد في البسط وفي المقام وفي حالة جودة هذا العدد يمشي مع هذا العدد ماهو تبقى؟ تبقى عندك 6 في 5 وجوج في 1 هي جوج يعني يقسم على جوج ستساوي 6 في 5 على 2 الفرق بين هذا الجوج إنها تكون عندك هنا 6 في 5 فقط تقسم على جوج على ذاك الفرق اللي بنتهم على 2 وحسب 6 في 5 30 30 مقسمة على جوج هي 15 ستساوي 15 إذن نمر إلى السؤال الثاني السؤال الثاني يجتمل كيس على ثلاث كرات خضراء وأربع كرات حمراء نسحب من ثلاث كرات بالتتابع وبدون إحلال وحسب عدد السحابات الممكنة إذن يجتمل كيس أو يحتوي كيس على ثلاث كرات تحت واحد الكيس هنا يا ولا واحد صندوق اسميه اللي بغيتي يعني تحت فيه الكرة تشعي في الوسخ ديالك يجتمل كيس على ثلاث كرات خضراء ثلاث كرات ثلاث كرات خضراء ثلاث كرات خضراء وأربع كرات حمراء واربعات الكواري حمرين ها هما غوج 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 هذا الشي اللي عندنا في صندوق ثلاث كرات خضراء وأربع كرات حمراء غالك نسحبوا منه ثلاث كرات يعني سنسحبوا ثلاث كرات من هذا الصندوق أو من هذا الكيس بالتتابع وبدون إحلال بالتتابع يعني وحدة مورة وحدة وبدون إحلال يعني بدون إرجاع ما كنرجعوهاش يعني كننخدو ديك القورة كنشوفوها كنشوفو الرقم ديالها أو اللون ديالها على حسب كنحطوها ما كنرجعوهاش كنجبدو واحدة أخرى كنسحبو واحدة أخرى طولك ما كيكونش حدنا نتكرار مليتي يكون عندك بالتتابع كتستعمل إما أب من أولا أولا أس بي إلا أعطوك بدون إحلال كتستعمل هذه حتى ما كيكونش عندك تكرار بإحلال يعني بإرجاع تكون تكرا كنستعمله هذه عقلوا عليها بالتتابعENA إما هذه الإلا أعطوك في آنن واحد في آنن يعني إن اسحبوا في آنن واحد كنستعملو هذه يلاحظنا السيب بالن هنا أعطونا بالتتابع ولكن كنشوفوش بإحلال أم لا بدون إحلال أعطوك بدون إحلال لسنال guessing إلا مليتي هنا السؤال ثلاثة السؤى الجوج عفوا سؤال الجوج عدد السحابات الممكنة هو عدد السحابات الممكنة هو A P من N سوف نعود أشنا هي P ديالي هنا يعني P ذاك الشي اللي بغيتي تسحب و N هو ذاك العدد الكرة اللي عندك في الصندوق والله في الكيس شحب غرينا نسحبه قلنا نسحب ثلاثة يعني ثلاثة من أصل شحامل الكرة عندي هنا سبعة يعني A ثلاثة من سبعة تساوي نعطيكم ثلاثة القاعدة باش كنحسبوه A P من N A P من N كنحسبوها باش هاد الكبير دائما عاملي هوا على الفرق N موان P عاملي الفرق بين A والS مكنش فرق هيا ها الس كندروا هاد عاملي وهاد الفرق هوا زيدة غير هادي في الس انه هاد هو الفرق بينتهم هنا N عاملي على الفرق نيش ها ما كندروا هاد N عاملي على الفرق دونك شنو ها ندير هنا N عاملي سبعة عاملي على الفرق شحب غرينا قيس ثلاثة ربعة عاملي هاد سبعة عاملي رهي سبعة فاش وستة وخمسة واربعة وثلاثة فجوج ووحد ربعة عاملي ربعة فلاثة فجوج ووحد هاده الربعة هادي فلاثة فجوج وحد ها هي ها هي هادي اللي عندي فالمقهم تمشي 23 هامقة كم يبقى قال لي 7 في 6 خمسة إذا لا تريد أن تمشي ثم يمكن تمشي 3 ثم ساوي 7 في 6 خمسة ويمكنك تمشي 4 ثم نو 7 ثم نو 6 ثم يوضع 4 عامل في مقام سأصل اللي 4 عامل لم نكتب عنه خفتي تلف كتب كل شي واختازل من بعد ستة في خمسة ثلاثين ستة في خمسة ثلاثين سبعة مئتين وعشرة تسوي مئتين وعشرة إذن عدد السحبات الممكنة هو مئتين وعشرة إذن هاتش اللي كان عندنا في التمرينين الأول والتاني التمرين الثالث والرابع إلى فيديو آخر بحول الله ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة تفعيل الجرس جام بارتجوا لشين مع الأصدقاء ديلكم لتعم الفائدة أعانكم الله بالتوفيق للجميع إن شاء الله